اعتبر الأمين العام الأسبق لحزب الله الشيخ صبح طفيلي أن أسر مجلس الوزراء ومنع الدولة من العمل هو جزء من السياسة المدمرة التي يتبعها حزب الله الآن لتعطيل وشل المؤسسات في لبنان وتفكيكها كلام طفيلي جاء في حديثا لوكالة الأنباء المركزية قال فيه إن المتتبع لسياسة حزب الله في الشأن الداخلي يدرك أن التعطيل وشل المؤسسات وتفكيكها سياسة يتبعها الحزب منذ زمن لافتا إلى أن أسر مجلس الوزراء ومنع الدولة من العمل جزء من هذه السياسة المدمرة ورأى أن إصرار حزب الله على مطلب تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ يعود إلى أنه إذا استمر التحقيق قد يكشف عورة خط الجهاد الممانع مشيرا إلى أن معركة المحقق العدلي باتت جزءا من معركة الممانعين لتفكيك الدولة وفي السياق ذاته قالت فيلي أن فريق رئيس الجمهورية ميشيل عون كان يظن أنه هو من يستخدم الحزب وليس العكس ولكن أخيرا وبعد فوات الأوان أدرك أنه كان مجرد أداة في خدمة مشروع تدمير البلد وردا على سؤال حول تفاهم مارم خايل قالت فيلي دمر البلد وضاعت الدولة وجاع الشعب في ظل سلطة إثنائي الفساد حزب الله والطيار الوطني الحر وعن الاستراتيجية الدفاعية التي دعا عون إلى طاولة حوار حولها قالت فيلي أن تلك الاستراتيجية باتت من مخلفات المواضي البعيد بحسب خط الممانعة